دعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع وقوع إبادة جماعية في مدينة رفح الفلسطينية بجنوبية قطع غلسة وفي بيان لها حذرت الخارجية القطرية من إجبار المدنيين في رفح على النزوح القصرية من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الألاف من النزحين مطالبة بضرورة توفير الحماية الكاملة لمدنيين بمجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية ترجمة نانسي قنقر